اجراء عاجل من البريد بخصوص صرف المعاشات خلال ايام الاجازات وبيان هام اهلا بكم ادعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بضيك من موقع المصر اليوم قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان لجنة متابعة اجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر مكينات الصراف الاهلي الخاصة بالبريد المصري على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية قد رصدت اقبالا كبير من المواطنين على مكينات الصرف الاهلي كانت الهيئة البريد قد اتخذت اجراءات لضمن انتظام صرف المعاشات خلال فترة الاجازة التي حددتها الدولة بداية من يوم الخميس الماضي الى نهاية يوم الاسنين المقبل احتفالا باعياد سيناء وشم النسيم واعياد القيامة قال رئيس مجلس ادارة هيئة البريد ان لجنة المتابعة رصدت اقبال كبير من المواطنين على مكينات الصراف الاهلي الامر الذي ترتب عليه نفاذ النجدية من جميع المكينات على مستوى الجمهورية في اقل من 48 ساعة وتم اصدار توجيهات باعادة تغذية جميع المكينات على مستوى الجمهورية لاتمام عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات للمواطنين على اكمل وجه الجدير بالذكر ان الهيئة القومية للبريد اتخذت كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لتيسير عملية صرف المعاشات شهر مايو 2021 خلال فترة العطلة الرسمية وتم تشكيل لجنة على اعلى مستوى لمتابعة تغذية مكينات الصراف الاهلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم السلساء القادم ان اعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الان الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر